السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تعلم تجويد صورة يوسف برواية ورشع النافع توقفنا في آخر حصة عند الآية السابعة والتسعون إذن لنكمل كما أودتكم نقرأ الآية نستخرج ما بها من أحكام نتطبق ترك الأحكام وفي الأخير نقرأ قراءة مرتلة لجميع الآيات التي استخرجنا الأحكام منها مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا وكل حكم أذكره لكم فلقد شرحته من قبل في درس لوحده ولكي تجد جميع الدروس بالترتيب في هذه القناة شاهدوا هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر هنا الرأي يرقق لأنه سبق بكسر الله صيق به من نفس الكلمة أستغفر لكم ربي هنا ميم ساكنة بدأ حرف الرأي يعني لدينا إظهار شفوي وهو حكم من أحكام الميم الساكنة يعني نقول قال سوف أستغفر لكم ربي هنا نمدد حركتين ما الطبيعي لكن إذا وصلناها بما بعدها نقول ربي يعني نقول ربي إنه ونكمل يعني نقول يعني أقرأ لكم الآية كاملة يعني لأقف هنا وأقول قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم هكذا لكن إذا وقفت نقول ربي ثم نأخذ نفس ونكمل هنا النوم بغل نأكمل ما تكون ومد حركتين لمدصل الصغرى إنه هو الغفور الرحيم الرأ هنا يفخم والرأ كذلك هنا يفخم ومدنا حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكن فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما الميم هنا بيقول أن أكمل ما تكون دخلوا على يوسف آوى هنا مد البدل يمد بحركتين أو أربع أو ست عند ورش وإمالة صغرى مع مد ست حركات للمد الجائز المنفصل آوى إليه أبويه وقال دخولوا نقلق الدال قلقلة صغرى وقال دخولوا مصرى اتباه الصاد من طبيعة الحلفة ومن الحرف المفخمة والرأو يفخم مصرى لا نقول مصرى إذا نطقت الصاد مراققا ستنطقه مثل حرف السين ستقول مصرى بل مصرى مصر هكذا ينطق الصاد مصر إن شاء هنا نخفي النون مع ترقى غنة الإخفاء لأنه بعدها حرف الشين مراقق ومد ست حركات للمد الواجب المتصل إن شاء الله تفخيم الله في لفظ الجلالة الله والهاء لا يفخم دائما أقولها فهو يرقق وكلمة آمينين فيها مد البدل ويمد عند ورش كما تعلامون بحركتين أو أربع أو سين وهنا مد العرض للسكون يمد بحركتين أو أربع أو سين بما أنني أنا أقرأ بتوسط البدل يعني بأربع حركات سأقرأ بأربع حركات في المد العرض للسكون شرحت هذا في دروس تحريرات ورش إذن لنكمل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع تفخيم الرأ ورفع أبويه على العرش الرأو هنا يفخم وخروا الرأي كذلك هنا يفخم له سجدا هنا مد حركتين لمد صلاة الصغرى ونقف بحركتين لمد العواد سجدا وقال يا أبتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبتي هنا مد سجد حركت للمد الجائز المنفصل وقال يا أبتي هذا تاويل هذا هنا الزل لا نقول هذا هذا تاويل رؤياي الرأي يفخم هنا إيمالة صغرى لأن كلمة رؤيا يعني تنتهي بألف مقصورة وهنا لدينا إيمالة صغرى يعني رؤياي رؤياي لذلك لدينا إيمالة صغرى هنا شرحتها في درس الإيمالة الصغرى والكبرى يمكنكم أرجع لذلك الدرس رؤياي من قبل هنا نخفي النون مع تفخيم غنة الإخفاء لأن بعدها حرف القاف مفخم ونقلق الباء قلق على الصغرى وهنا نقلق الدال قلق على الصغرى من قبل قد جعلها وهنا كلمة ربي الرأو فيها يفخم وكلمة حقا نقف بحركتين لمد العواد حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقد أحسن هنا الدال مفتوح لماذا؟ لأن لدينا نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله كلمة أحسن تبدأ بهمزة قطعين مفتوحة همزة القطع حذفت وحركتها والتي هي الفتحة نقلت للساكن قبلها والذي هو حرف الدال أصبح مفتوح إذن نقول وقد أحسن يعني من الدال مفتوح إلى الحق وقد أحسن بي إذا خرجني هنا تبه للذال فهو مفتوح كما تلاحظون لأن نفس الشيء يعني نقل حركة الهز المفرد للساكن قبله إذا خرجني نقلت الفتحة لحرف الذال وهنا همزة القطع حذفت إذن من الذال إلى الخا إذا خرجني هنا تفخيم حرف الر إذا خرجني من السي جني نقلق للجيم قلقها صغرى وجاء بكم مينة هنا مدسة حركة للمد الواجب المتصل هنا ميم ساكنة بعدها ميم أخرى مشددة يعني إضغام شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكنة نقول بكم مينة يعني هكذا من البادوي هنا نقلق الدال قلقلة صغرى من بعد أن نزغ هنا نون ساكنة بعدها حرف الب يعني لدينا إقلاب وهو حكم أحكام النون الساكنة والتنوين تلاحظون فوق النون رسمت الميم يعني آلمة الإقلاب إذن نقول من بعد فعند الإقلاب تنطبق الشفتين لكن من غير كز يعني تبقى فجوة بين الشفتين وتحس بارتعاد في الشفتين من بعد أن نزغ هنا نون ساكنة بعدها نون أخرى يعني إضغام كامل بغنى أن نزغ هكذا أن نزغ الشيطان هنا كلمة الشيطان الشين والياء مرققين من طبعات الحال لكن طأ مفخم لا نقول الشيطان وبالنقول الشيطان بيني وبين إخوتي هنا نقرأ الآية كاملة لكي يكون المعنى يعني تم وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن هنا نقرأ بغنى أكمل ما تكون ربي الرأو يفخم لطيف لما هنا التنوين بعدها حرف اللام يعني إضغام كامل بغير غنى لطيف لما يشاء مدسط حركات للمد الواجب المتصل إنه هو العليم الحكيم هنا قلنا إنه لأنه بدأنا بهمزة محققة و إذا وصلنا كلمة يشاء بكلمة إنه سيكون التقاء همزتين مختلفتين بالحركة من كلمتين الأولى في آخر الكلمة والثانية في بداية الكلمة يعني نقول يشاء ون ونه إن ربي لطيف لما يشاء ونه يعني هنا تبدل الهمزة الثانية بحرف مد من جنس حركة ما قبلها يعني تصبح كأنها و مكسورة ونه لكن إذا وقفت أبدأ هنا بهمزة محققة إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء وإنه هو العليم الحكيم إذا وقفنا سمعتم كما قرأتها إذا وصلنا سمعتم كما يعني كما قرأتها النون هنا بغن أكمل ما تكون لكن إذا قلنا إذا بدأنا بها هنا نبدأ بهمزة محققة نقول إنه إذا جيد نون بغن أكمل ما تكون مد حركتين لما تصل الصغرى مد هنا حركتين أو أربع أو ست للمد العرضي للسكون إنه هو العليم الحكيم ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث ربي هنا الرأو يفخم قد أتيتني هنا لدينا نقل حركة الهزة المفرد للساكن قبله ولدينا كذلك مد البدل إذن لدينا بدل مغير بالنقل قد أتيتني أن كلمة أتيتني تبدأ بهمزة ممدودة يعني همز ممدودة يعني مد البدل الفتحة نقلت إلى الساكن قبله وهو حرف الدال أصبح الدال مفتوح والهمزة حذفت إذن قلنا قد أتيتني يعني بدل مغير بالنقل قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاوي للحديث هنا نخفي النون مع ترقية قلنة الإخفاء لأنه بعدها حرف التا وهو مرقع وعند إخفاء النون وهي إلفام على مخرج حرف التا من تاوي للحديث مع مدنا حركة 24 أو 6 للمد العرض للسكون وانتبه للث لحديث وليس لحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاطر هنا الرأي والقاق لأنه سبق بكثرة لصيق به من نفس الكلمة فاطر السماوات والأرض الرأي هنا يفخم والأرض أنت هنا نخفي النون مع ترقية غنة الإخفاء أنت ولي مد هنا حركتين لما تصير الصغرى ولي في الدنيا النون نظهرها لأن في كلمة الدنيا وكلمة قنوان وكلمة صنوان فالنون تظهر الرغم أن النون بعدها حرف الي فهي تظهر وشرح هذا في درس الإظهار والذي وحكم أحكام النون الساكنة والتنوين إذن جيد هنا إيمالة صغرى ولا خيرتي هنا مد البدل ولا خيرتي مع تقيق الرأي لأنه سبق بكسر لصيقة به من نفس الكلمة توفني مسلما وألحقني هنا مسلما تنتهي بالتنوين بعدها وحرف الوا يعني إضغام ناقص بغنى مسلما وألحقني نقلقي القاف قلقى الصغرى بالصالحين مدنا حركتين أو أربع أو ست للمد العرض للسكون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك تبالي الذال من أنباء كلمة أنباء تبدأ بهمدة قطع مفتوحة بعدها الساكن والذي هو حرف النون وقع النقل نقلت حركة الهمز المفرد إلى الساكن قبله نقلت الفتحة إلى النون أصبح النون مفتوح وهمزة القطع وذفت إذن من النون إلى النون الأخرى التي في كلمة أنباء لكن النون في كلمة أنباء فوقع فيها الإقلاب قليبت ميم لأن بعدها حرف الباء لماذا؟ لأن لدينا حكم من أحكام النون الساكن والتنوين وهو الإقلاب إذن عند إقلاب هذه النون الشفتين تنطبق لكن من غير كز تبقى فجوة بين الشفتين ونقول من أنباء الغيب مع مد هنا ست حركات للمد الواجب المتصل نوحيه إليك هنا مد اللين ويمد بحركة أو أربع أو ست عند ورش ونقف على الكاف بشدة وهمس إليك تسمعون النفس يخرج وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت نخفي النون مع تقية غنة الإخفاء وهنا كلمة لديهم لدينا مد صلة ميم الجمع يمد بسيطة حركات لديهم إذا جمعوا هنا نفس الشيء لدينا نقل حركات للمفرد للساكن قبله إذا جمعوا إذن من الجيم من الذال نذهب للجيم ونقلق له قلقة صغرى إذا جمعوا مع مد ست حركات للمد الجائز المنفصل أمرهم الرأو هنا يفخم وهنا ميم ساكنة بعدها حرف الوا يعني إظهار شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكنة أمرهم وهم يمكرون نفس الشيء هنا ميم ساكنة بعدها حرف الوا يعني إظهار شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكنة وكلمة يمكرون هنا الرأو يفخم مع مد حركتين أو أربعة أو ست للمد العارض للسكم إذن جيد نكمل وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هنا مد 6 حركة للمد الجائز المنفصل أكثر تبال الثاء والرأ يفخم النَّاسِ نُن بغنى أكمل ما تكون بمقدار حركتين وَلَوْ حَرَصْتَ الرأ هنا يفخم بِمُؤْمِنِينَ هنا مد حركتين أو أربع أو ست للمد العرض للسكون وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَاجْرَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ هنا ميم ساكينة بعدها حرف العين يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ميم ساكينة وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَاجْرَ هنا نقل حركة هذا المفرد للساكينة قبله من النون نمر إلى الجيم ميناجر ما قال قالت الجيم قال قال صغرى والرأ هنا يفخم إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو هنا النون ساكينة بعدها حرف العين من حرف الإظهار إذن نظهر النون إن هو إلا ذكر تبه للذال وهنا الرأ يرقق ولأن قبله ساكين ما قبله مكسور والرأ هنا فيه تنوين وبعدها حرف اللام يعني إضغام كامل بغير غنى إن هو إلا ذكر للعالمين مع مد حركتين أو أربعة أو ستة للمد العرضي للسكون إذن أكتفي بهذا القدر وما تبقى إن شاء الله نكمله في آخر حصة من تعلم تجويد صورة يوسف إن شاء الله إذن أردت لكم جميع هذه الآيات التي استخرجنا الأحكام منها تابعوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وأعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين